أعلنت الرهبنة الفرنسيسكانية عن منح جلالة الملك عبدالله الثاني جائزة مصباح السلام لعام 2019 تقديراً لسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي والسلام في الشرق الأوسط والعالم والوئام بين الأديان بالإضافة إلى جهود الأردني بقيادة جلالته في استضافة اللاجئين وبحسب القائمين عليها تمنح الجائزة التي تأسست عام 1981 ونالها العديد من القادة الدينيين والسياسيين لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تأزيز السلام والعيش المشترك وأعلن القائمون على الجائزة عن تنظيم فعالية في مدينة السيزي الإيطالية لتسليم الجائزة لجلالته نهاية الشهر الحالي